طبع يومكم علماء الرائعين، علماء الصف الخامس وأهلا وسهلا طبعا بأهالينا، الحلوين اليوم بإذن الله رح نبدأ بمراجعة امتحان الشهر الأول لمادة العلوم للصف الخامس ومنها المتوقع أن يكون امتحان الشهر الأول بالوحدة الأولى ولهيك رح نراجع اليوم بإذن الله الوحدة الأولى بكل تفاصيلها بكل تعريفاتها وبكل الأمور اللي ممكن تيجي بالامتحان بشكل متوقع تكونوا مركزين معي ومصحصحين وتحضروا معي اهم الامور اللي رح نحتاجها بحصتنا. احنا بحاجة لألمك دفترك الوانك وكتاب العلوم واهم اشي مشروبك المفضل لحتى تضلي مصحصح معي لنهاية الحصة. يلا نحكي بسم الله ونبدأ مع بعض. بسم الله يلا مراجعة امتحان الشهر الاول لعلوم الصف الخامس. متل ما احنا متذكرين درسنا في الوحدة الاولى كل ما يخص البيئة ووحدة البيئة كانت نقصومة الى درسين اتنين. يلا نفتح البورد وارجيكم اهم لدروس اللي درسنا. يلا. درسنا في وحدة البيئة. درسين اساسيات اول درس. اللي هو اول درس شو هو؟ مفاهيم. النظام البيئي. وفي الدرس التاني يا خامس درسنا. يلا ذكروني. في الدرس التاني درسنا انه النظام البيئي ما بيضل نفسه مدى الحياة. بتأثر بمجموعة من العوامل. فدرسنا اثر التغيرات. اثر التغيرات. البيئية. في النظام البيئي. اول درس هو مفاهيم النظام البيئي. وتاني درس اللي هو اثر التغيرات البيئية في النظام البيئي. يلا نتذكر اهم الامور اللي درسناها. في مفاهيم النظام البيئي. لو بتتذكروا بدينا بعدة امور. كان الموضوع مقسم لعدة اجزاء. اول جزء حكينا عن تعريف. خلينا نبدأ من هون. اللي هو تعريف النظام البيئي. بعدين شو حكينا بتتذكروا. بعد ما حكينا انه النظام البيئي هو اكبر اشي. بعد النظام البيئي بيجي عنا اشي اسمه مجتمع حيوي. المجتمع الحيوي. وحكينا اللي اصغر من المجتمع. هاي نظام بيئي مجتمع حيوي. جماعة حيوية. اللي هو اصغر من المجتمع الحيوي. واللي اصغر منهم كلهم هو الكائن الحي. هاي الترتيب كتير مهم. انه نظام بيئي مجتمع حيوي. جماعة حيوية كائن حي تمام هدول هم مفاهيم النظام البيئي تمام يمس تمام تمام عرفنا النظام البيئي عرفنا المجتمع الحيوي عرفنا الجماعة الحيوية هلأ حكينا ان المجتمع الحيوي هو عبارة عن مجموعة الجماعات الحيوية يعني جماعة حيوية زائد جماعة حيوية زائد جماعة حيوية الى اخره كلهم مع بعض لو جمعناهم بيكونولي مجتمع حيوي طيب تمام هاي اهم المفاهيم اللي درسناها في اثر التغيرات البيئية على النظام البيئي درسنا مجموعة من الامور التي قد تؤثر على النظام البيئي من ضمنها تغير تضاريس الارض تغير المناه والكوارث الطبيعية ودرسنا شغلة اساسية مش هون كان في عنا مفهوم اسمه التنوع الحيوي حكينا انه هناك عوامل تؤثر في التنوع الحيوي هاي العوامل بتأثر بالتنوع الحيوي غير الكوارث الطبيعية غير الانشطة البشرية مثل الصيد وعنا التلوث هاي الاشياء بعملها الانسان تخيلوا انه العلاقات بين الكائنات الحية بتأثر على التنوع طب مثال على العلاقات كان حكينا علاقة الافتراس والتنافس والا ارح نرجعهم بالتفصيل هاي بس تلخيص سريع نبدأ بأول درس اول درس الي هو كان تحت عنوان مفاهي من النظام البيعي حكينا تعريف النظام البيعي حكينا النظام البيعي هو عباره عن مساحة وهاي المساحة تتكون من شغلتين من مكونات حية ومكونات غير حية نظام البيعيي هو نوع واحد شغلة واحدة بس لا راح تحكي لي يا ماس هو مكون من الشغلتال مكونات حية ومكونات غير حية هاز سؤال امتحاني خامس ضروري يكون عارفينه باجيب لك معcam الثاني سؤال تشترك تشترك الأنظمة البيئية جميعها ب مكونات حية ومكونات غير حية هيك الأمور تمام تكتب لي مكونات حية ومكونات غير حية طب أمثل على مكونات حية اللي هو النبات والحيوان مكونات غير حية مثل الماء والهواء والتربة تمام؟ وهاي المكونات بترتبط مع بعضها البعض بعلاقات في بيئة الماء ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات سألت سؤال كمان الأنظمة البيئية يا ميس كلها نفس الحجم رح تحكي لي لا يا ميس الأنظمة البيئية تقسم إلى قسمين اتنين إلى أنظمة بيئية كبيرة وأنظمة بيئية صغيرة الأنظمة البيئية الكبيرة أكبر مثال على نظام بيئي كبير هو الغابة الغابة نظام بيئي كبير طيب مثال على نظام بيئي صغير بركة الماء عمرك شفت بركة الماء هي صغيرة يعني بتكون ما بتكون كتير كبيرة بركة الماء كتير صغيرة بينما الغابة احنا عاديني منحكي عن غابة او عاديني منحكي عن صحراء هاي نظام بيئي كبير طبعا العلماء علماء البيئة ليهتموا بدراسة مكونات النظام البيئي والعلاقات المتبادلة وذلك حتى يلاحظوا ويدونوا ويحللوا هاي البيانات يعني لما احنا نيجي ندرس المكونات الحية والمكونات غير الحية اللي موجودة في النظام البيئي انا كأني شو يعني كأني انا عالم بيئة قاعد بيدرس مكون حي ومكون غير حي موجود في النظام البيئي وبدرس العلاقة بين المكون الحي والمكون غير الحي هيك كأني عالم بيئة بدرس البيئة يعني احنا في وحدتنا هاي نتقمص ومنوخد دور علماء البيئة المتخصصين اللي بدرسوا المكونات الحية والمكونات غير الحية وكيف اللي هي بتكون العلاقة بينهم تمام تمام طبعا هاي السؤال جدا مهم ما المكونات المشتركة بين الأنظم البيئية جميحة حكينا انه كل الأنظم البيئية تشترك بوجود مكونات حية ومكونات غير حية المكونات الحية اللي هي نباتات وحيوانات المكونات غير الحية هي عندنا اللي النباء الماء والهواء والتربة ماء وهواء والتربة رجبت لك بالامتحان مكونات غير حية بتكتب لماء وهواء وتربة تمام حكينا هدول هم الغابة طبعاً حكينا الغابة هي نظام بيئي وهو نظام بيئي كبير بتكون من كائنات حية ومكونات غير حية الكائنات الحية نباتات وحيوانات والمكونات غير حية ما وهو وترب طيب وصلنا لمفهوم كتير مهم وهو مفهوم الجماعة الحيوية ولحتى أفهمكم الجماعة الحيوية رسمت لكم هاي الرسم شو هي رسمي رسمنا موسيقى موسيقى شكراً لكم متذكرين معي ولا لا؟ حكيناها بالبطاقة تمام هلأ هاي شو هاي حكينا؟ إنه هاي كيكة والكيكة هي أكبر إشي رح تمثل لي النظام البيئي الكيكة بدنا نتخيل إنه هي النظام البيئي الكيكة هي بتمثل النظام البيئي حكينا إنه هاي الكيكة عليها مجموعة من المكونات عليها مجموعة من الفراولة مجموعة من الكرز ومجموعة من الكيوي طيب هلأ هاي الكيكة مكونة من مجموعة من الفراولة مجموعة من الكرز مجموعة من الكيوي هلأ النظام البيئي نفسي مكون من مجموعة من الحيوانات هون مجموعة من الحيوانات هون ومجموعة من الحيوانات هون هلأ مجموعة الفراولة رح نسميها جماعة من الفراولة مجموعة الكرز هي جماعة من الكرز ومجموعة الكيوي هي جماعة من الكيوي السؤال يمس النظام البيئي بيكون نفس الاشي نعم يمس بيكون في عندنا غابة الغابة تخيلها انه هي الكيكة ماشي اللي هي النظام البيئي وهاي الغابة مكونة من جماعة حيوية من الاسود جماعة من الجماعة من الافاعي وجماعة من مثلا من الذئاب طيب كل جماعة من هاي الجماعات اسمها في مادة العلوم سموها علماء البيئة اشي اسمه شو اسمه هذا الاشي اسمه جماعة حيوية يعني شو بحكي جماعة حيوية من الاسود جماعة حيوية من الافاعي جماعة حيوية من الذئاب مثلا فالجماعة الحيوية هي عبارة عن مجموعة من الافراد من النوع نفسه التي تعيش في نظام بيئي واحد مجموعة من الافراد مش هدول كلهم نفس الفرولات نفس النوع من النوع نفسه مش كلهم نفس النوع كلهم نفس النوع تعيش في نظام بيئي واحد مش كلهم على نفس الكاكة موجودين نعم كل الفرولات موجودين على نفس الكاكة في نظام بيئي واحد تمام كلها بتتأثر بنفس الظروف اذا قطعت هون كل الفرولات رح ينقطعوا معي فكلهم بتأثروا بنفس الظروف المحيطة فببساطة النظام الغابة مثلا او النظام البيئي بيكون نفس المبدأ تمام نفس المبدأ طبي ما إحنا قادرين على أن نعرف الجماعة الحيوية الجماعة الحيوية مجموعة من الافراد هدفرد 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 من النوع نفسه كلهم فرولة تعيش في نظام بيئي واحد كلهم موجودين على نفس الكاكة تمام بتأثر بنفس الظروف اذا قطعت هيك كلهم رح يتأثروا تمام؟ فهون أعتقد أنه هم الجماعة الحيوية صار واضح الجماعة الحيوية هي طلعوا هاي جماعة حيوية من القناديل هاي جماعة حيوية من الطيور لنقول لهم نفس النوع مجموعة من الافراد من النوع نفسه فالجماعة الحيوية هي مجموعة من الافراد من النوع نفسه تعيش في نظام بيئي واحد طبعا هون أورجيكا هاي ما ننسى القناديل وما ننسى الطيور جماعة حيوية من الطيور جماعة حيوية من القناديل مجموعة من الأفراد من النوع نفسه تعيش في نظام بيئي واحد تتأثر بالظروف والأحوال نفسها أضعنا الكيكي بهذا الجزء مش فرولة واحدة بتتأثر كل الفرولات الموجودة تمام فجماعة حيوية كتير سهل مجموعة من الأفراد يعني جماعة يعني مجموعة فبتكتب لي مجموعة مجموعة من الأفراد من النوع نفسه تعيش في نظام بيئي واحد وتتأثر بنفس الظروف والأحوال طيب قناديل البحر هي جماعة حيوية من الذببة وجماعة حيوية من الأنرانب عفوا جماعة حيوية من الأسود السؤال يعمل سهل هذا كتير مهم هل جميع الجماعات الحيوية لها نفس الأعداد؟ رح تحكي لا يامس هي من الصورة هون أربع دي بابا هون خمس أرانب هون ثلاثة أسود فالجماعات الحيوية تختلف في الحجم تختلف الجماعات الحيوية عن بعضها البعض في خصائص معينة مثل الحجم يعني مش كل الجماعات الحيوية نفس الحجم والدليل هاي الدليل هلأ يامس هون كل عدد الفراولات نفس عدد الكريزات نفس عدد الكيوي هون عنا ثلاث أربع فراولات وهون خمس كريزات وهون أربع حبات من الكيوي فالجماعات الحيوية تختلف عن بعضها البعض بمجموعة من الخصائص من ضمن هالحجم تمام؟ طيب هلأ لو جبت جبت مجموعة الجماعات الحيوية شو عملت؟ جبت جماعات حيوية من الدبابة مع جماعات حيوية من الأرانب مع جماعات حيوية من الأسود وجمعتهم مع بعض يعني نفس مبدأ الكاكة روحت على الكاكة وحكيت لها هون شو حكينا؟ عندي جماعات حيوية من الكيوي مع جماعات حيوية من الكرز مع جماعات حيوية من الفراولات لو مسكتهم كاملين هدول هدول هاي مع هاي مع هاي كلهم إلهم اسم جديد هذا الاسم هو اسمه مجتمع حيوي مجتمع حيوي المجتمع الحيوي هو عبارة عن شو عبارة عن مجموعة الجماعات الحيوية جماعة حيوية زائد جماعة حيوية زائد جماعة حيوية وهاي عنا مثال من الغابة رحنا على الغابة مع مصر غد لقينا جماعة حيوية من الديبابا وجماعة حيوية من الارانب وجماعة حيوية من الاسود نسكناهم مع بعض وحكينا يلا تعالوا معنا من نعمل مجتمع حيوي كيف منعمل مجتمع حيوي؟ منجيب الجماعة الحيوية من الديبابة مع الجماعة الحيوية من الأرانب مع الجماعة الحيوية من الأسود ومنجمعهم مع بعض هدول إيش بيكونولي؟ بيكونولي مجتمع حيوي فالمجتمع الحيوي كمين يعرف ليه؟ سهل جدا هدول مجموعة الجماعات الحيوية هذا هو المجتمع الحيوي مجموعة الجماعات الحيوية التي يمكنها العيش في نظام بيئي واحد ولازم تعيش في نظام بيئي واحد يعني يعني لازم كلهم احطهم بنفس النظام يعني كلهم بحطهم مثلا في البيئة كلهم بحطهم بنفس المكان بيئة واحدة يعني كلهم بحطهم بالغابة كلهم بحطهم مثلا في البحر كلهم لازم يقدروا يعيشوا بنفس المكان يعني مش معقول اروح اجيب اسماك واحطهم معهم هو ما في ماء بالمكان لازم مجموعة من الجماعات الحيوية التي تعيش في يمكنها العيش في نظام بيئي واحد أو في نفس النظام البيئي وتتفاعل فيما بينها تتفاعل فيما بينها شو يعني تتفاعل فيما بينها؟ يعني بتكون سلسلة غبائية هاد بوكل هاد هاد بوكل هاد هاد بوكل هاد تمام؟ في مفهوم كتير كتير مهم اللي هو مفهوم التنوع الحيوي التنوع الحيوي يمز أول سؤال بسألك يا كل الأنظم البيئية فيها نفس أنواع الكعنات الحية رح تحكي لي لا يا مس النظام البيئي موزع بين أسود بين ذي أب بين أفاعي بين قطط لدينا تشكيلة من الحيوانات هلأ هاي التشكيلة اسمها تنوع حيوي والتنوع الحيوي هو عبارة عن الأنواع المختلفة هاي تعريف التنوع الحيوي الأنواع المختلفة من الكائنات الحية التي تعيش في نظام بيئيا ما مجموعة الكائنات الحية المختلفة التي تعيش في نظام بيئيا ما هذا هو التنوع الحيوي سؤال يعد التنوع الحيوي مهم أو لماذا التنوع الحيوي مهم وذلك لأن الكائنات الحية تعتمد على غيرها في الحصول على غذائها هم يعتمدون بعض الكائنات الحية تكون سلسلة غذائية لما تكون سلسلة غذائية هي تعتمد على غيرها في الغذاء فلهيك لأن الكائنات الحية تعتمد على بعضها في الحصول على غذائها لهيك إذا لم يكن هناك تنوع لن يتدمر النظام البيئي النظام البيئي يتدمر إذا لم يكن لدينا تنوع فتنوع مهم لأن الكائنات الحية تعتمد على غيرها في الحصول على غذائها طيب ليه تنوع ممكن يتأثر أو ما هي العوامل المؤثرة في الأنواع أو العوامل المؤثرة في التنوع الحيوي في عنا ثلاث عوامل تؤثر في التنوع الحيوي العوامل التي تؤثر في التنوع الحيوي قد تكون عوامل طبيعية مثل المناخ قد تكون تأثير العلاقات بين الكائنات الحية وقد تكون بفعل الأنشطة البشرية ثلاث عوامل تؤثر في الأنظمة البيئية عفوا تؤثر في الأنظمة البيئية كتنوية التنوع الحيوي يتأثر بثلاثة عوامل وهي عوامل طبيعية مثل المناخ والأنشطة البشرية والعلاقات بين الكائنات الحية ورح نوضحها أكتر في الدرس التالي طبعاً ما ننسى هي معلومة كتير مهمة أكثر البيئات تنوعاً هي الغابة وأقل البيئات تنوعاً هي الصحراء الغابة منلاقي فيها كتير أنواع بينما الصحراء منلاقيها محدودة بالأنواع هيك خلصنا يا خامس الجزء اعفواً الدرس الأول من وحدتنا ظل علينا نراجع الدرس التالي تمام يلا بسم الله درسنا التالي كان بيحكي عن أثر تغيرات البيئة على النظام البيئي هلأ فيه أن تغيرات ممكن تحدث في النظام البيئي فيه تغيرات من ضمنها مثل ما أنتم شايفين بالصورة عنا عواصف عنا مثلاً ممكن إيش يصير عنا يصير عنا براكين وهذه الأمور وفيه عنا كمان خوارد طبيعية أخرى مثل الجفا كلها ممكن تأثر على النظام البيئي طيب شو أثر هاي التغيرات على النظام البيئي ببساطة أول إشي لازم ندرس عنا المؤثرات التي يتعرض لها النظام البيئي هلأ الأنظمة البيئية يا ميس بتكون ثابتة رح تحكي لي لا الأنظمة البيئية تتغير نتيجة تعرضها لمجموعة من المؤثرات يعني النظام الأنظمة البيئية تتغير بصورة مستمرة وهذا التغير الأنظمة البيئية يا ميس تتغير بصورة مستمرة وهذا التغير قد يكون ببطء أو قد يكون بسرعة يعني مش إنه بس ببطء يا ببطء يا بسرعة يعني لو سألتك أن الأنظمة البيئية ثابتة ولا تتغير صح أم خطأ بتولي لا خطأ الأنظمة البيئية تتغير بتتغير بصورة مستمرة ببطء أو بسرعة تتغير بصورة مستمرة إما ببطء أو بسرعة نتيجة نجموعة من المؤثرات ومن هذه المؤثرات هم بثلاث مؤثرات أساسية ورح ندرس كل مؤثر بالتفصيل أول مؤثر هو تغير تضاريس الأرض ثاني مؤثر هو عن الكوارث الطبيعية وثالث مؤثر هو تغيرات المناخ وهذا سؤال امتحان أذكر المؤثرات التي قد تغير في النظام البيئي تكتب لواحد الكوارث الطبيعية هذه أول شغلة ثاني شغلة اللي هي عندنا تغيرات المناخ وثالث شغلة هي عندنا تغيرات اللي هي تغير تضاريس الأرض طيب ممتاز نكمل يلا نكمل ندرس أول مؤثر وهو تغير تضاريس الأرض الأرض هي ليست ثابتة تضاريسها غير ثابتة إذا تعرضت لمجموعة من العوامل يتغير شكلها وإذا تغير تضاريس الأرض يعني نظام البيئي تغير طب كيف بتتغير تضاريس الأرض؟ تتغير تضاريس الأرض بفعل عاملان اثنان بفعل الرياح واحد الرياح اثنين حركة المياه المستمرة تتغير تضاريس الأرض باستمرار نتيجة عوامل مختلفة إيش العوامل اللي بتغير في تضاريس الأرض؟ تحكي لي يا ميس أولا اللي هي عندنا الرياح واثنين حركة المياه المستمرة حركة الرياح أو الرياح وحركة المياه المستمرة تمام؟ لاحظ يا صديق أن تغير تضاريس بفعل الرياح يؤثر في بيئات الكائنات الحية المختلفة وفيه شغلة هي تمثل استكمال لأشي درستنا بصف ثالث ورابع درستنا أنه كيف بتكون الوادي الوادي ببساطة معظم الأودية بتتشكل نتيجة الحركة المستمرة للمياه مثل مياه الأنهار يعني مياه الأنهار بتتحرك بصورة مستمرة فبتشكل لي الوادي بتتشكل الأودية نتيجة الحركة المستمرة للمياه الكوارث الطبيعية ما يميز الكوارث الطبيعية أنها تحدث بسرعة خلال لحظات تحدث الكارثة الطبيعية هذه الكوارثة الطبيعية تحدث خلال لحظات يعني بسرعة ولكن هذه الكارثة الطبيعية التي حدثت بسرعة خلال لحظات قد تسبب دمارا شاملا على نظام بإنكام يعني زي كأني بكون في عندي غابة هاي الغابة صار فيها كارثة طبيعية أو بركان بحكي للغابة مع السلامة يعني أبداً من لا أن نظام البيئي تدمر بشكل كامل هاي مشكلة الكوارث الطبيعية علل أثر الكوارث الطبيعية أو ما سبب أنه للكوارث الطبيعية تترك أثر يستمر مدداً زمنية طويلة ليه؟ لأنها تقوم بالقضاء على الأنظمة بيئية بصورة كاملة لأنها تتسبب في القضاء على أنظمة بيئية بشكل كامل أو بصورة كاملة تمام؟ تحدث الكوارث الطبيعية بسرعة أو بلحظات ولكن أثرها يبقى مدد زمنية طويلة لممكن أن أجيب لك يبقى أثر الكوارث الطبيعية مدداً زمنية أو مدة زمنية طويلة ليه؟ لأنها تتسبب في القضاء على أنظمة بيئية بصورة كاملة بس تكتب لي أنها بتقضي على الأنظمة بيئية بصورة كعملة أعطيني أمثل على كوارث طبيعية الفيضانات الفيضانات الأعاصير الفيضانات والأعاصير والزلازل والبراكين والحرائق وكيف بتأثل الكوارث الطبيعية على البيئة؟ أثرها يبقى مددا زمنية طويلة لأنها تقوم بالقضاء على أنظمة بيئية بشكل كامل الحصة يعني ما بتزيد على 40 دقيقة أو 50 مثلا إذا صار ما صار هلأ هو رابع وخامس صراحة منهاج مختلف وصلنا مع بعض يا خامس لهذا السؤال كيف تؤثر الكوارث الطبيعية على البيئة؟ الكوارث الطبيعية بتأثر على البيئة بشكل عام من خلال القضاء على أنظمة بيئية بشكل كامل بتقضي على أنظمة بيئية بشكل كامل طيب كيف يا ميس؟ هلأ بتقول لي يا ميس زلزال أو البركان يحدث خلال ثانية أو خلال لحظة سريعة ولكن هذه اللحظة تتسبب في تدمير نظام كامل يعني زلزال أو مثلا بركان صار في غابة خلال ثانية بتلاقي الغابة اتدمرت لهيك هو بيأثر عليها مدة زمنية طبيعية هلأ تغيرات المناخ بشكل عام المناخ بيأثر كتير في الأنظمة البيئية ممكن إذا ارتفعت درجة الحرارة تأثر على الأنظمة البيئية اللي بتكون في القطب المتجمد الشمالي مثلا شو بصير مثلا دوب القطب وين بيعيش في القطب المتجمد الشمالي هذا القطب المتجمد إذا ارتفعت درجة الحرارة هذا يؤدي إلى انسهار جليد انسهار الجليد يؤدي إلى فقد الكائنات الحية لمواطنها انقراض بعض الكائنات الحية فهمي تلات شغلات بتأثر فيها الأنظمة البيئية عن طريق المناخ إذا المناخ تغير شو بيصير يؤدي إلى أنسهار الجريد فقد الكائنات الحية لمواطنها وانقراض بعض الكائنات الحية هلأ الكائنات الحية وأثرها في البيئة هلأ الأنظمة البيئية بتتأثر بالعلاقات بين الكائنات الحية حكينا في عنا علاقتين أساسية بين الكائنات الحية بتأثر على الأنظمة البيئية وبتأثر بالذات على التنوع الحيوي مثل اللي هي علاقة الافتراس وعلاقة التنافس وأيضاً الأنشطة البشرية مثل عندنا لهو الصيد وقطع الأشجار تمام؟ العوامل المؤثر في تنوع الكائنات الحية يا كوارد طبيعية يا علاقات بين كائنات الحية يا أنشطة بشرية تمام؟ هلأ كيف بتكون استجابة الكائنات الحية لهاي المؤثرات؟ استجابة الكائنات الحية لهاي المؤثرات بتتم بعدة أمور في كائنات حية بتتكيف في كائنات حية بتلقرض وفي كائنات حية بتهاجر هيهم يا بصير عندنا هجرة يا بصير تكيف يا بصير انقراض إذا كان الكائن الحي ما بيتحمل هاي الظروف بهاجر بعض الكائنات الحية تنتقل للعيش في مكان آخر يعني إيش؟ هاجرت في كائنات حية تتحمل هاي الظروف وتتكيف وتتعايش مع الظروف والأحوال الجديدة في كائنات حية بتتحمل إذا بتتحمل إذن هي تتكيف طب إذا هي ما تحملت بتنتقل وبتهاجر طيب إذا هاي الكائنات إذا ما قدرت تتحمل وما بتقدر تنتقل من مكان إلى آخر يعني ما بتقدر تتكيف وما بتقدر تهاجر فهي تسعى إلى بصير فيها انقراض بتنقرض طب شو يعني انقراض؟ الانقراض هو موت جميع أفراد نوع معين من الكائنات الحية موت جميع أفراد اللي هو نوع معين من الكائنات الحية نوع معين بيموتوا كل الكائنات الحية منه ليه؟ لأنه بطل موجود ما إدري تكيف ولا إدري هاجر طبعا مثال على حيوانات منقرضة ديناصورات وطائر النعام السوري هذا الديناصور وطائر النعام السوري وفيه عندنا شغلة كتير مهمة لهو تعاقب البيئي كيف يتغير النظام البيئي أصلا أو كيف يحدث التعاقب البيئي يحدث عن طريق عندنا مجموعة من الخطوات بشكل عام فيه كتير أنظمة بيئية بتتعرض لكوارث مثل الحرائق ولكن بعد هاي الحرائق ممكن يتكون عندي نظام بيئي جديد طيب كيف بتكون أول إشي؟ من خلال التعاقب البيئي التعاقب البيئي مقسم عندنا بكتابنا إلى أربع خطوات التعاقب البيئي قبل ما نحكي عن الخطوات لازم نحكي تعريفه هو تكون نظام بيئي جديد بصورة تدريجية كيف يعني تدريجية؟ بيمر بمجموعة من الخطوات مكان نظام بيئي قبله نتيجة موت الكائنات الحية جميحة فيه شو بصير؟ بتكون عندي نظام بيئي جديد بصورة تدريجية مكان نظام بيئي قديم وهذا النظام البيئي الجديد بيفرق عن النظام القديم هو ليه تكون أصلا؟ لأنه ماتت كل الكائنات الحية اللي موجودة فيه أول خطوة حدوث حريق في نظام بيئي ثاني خطوة بتموت الكائنات الحية الموجودة فيه ثالث خطوة تبدأ نباتات بالنمو تدريجيا رابع خطوة بيستمر نمو هاي النباتات وخامس خطوة بتكون عندي نظام بيئي جديد أول خطوة شو بصير؟ محدث عندي هاي ملاحظين بالصورة حدوث حريق في النظام البيئي بعدين موت جميع النباتات في هذا النظام البيئي ثلاث يبدأ نمو النباتات تدريجيا أربعة استمرار نمو النباتات تدريجيا وخمسة تكون نظام بيئي جديد تمام أظهرت الدراسات أنه في عنا بالأردن كتير تنوع حيوي وهذا التنوع في النباتات والحيوانات وفي كتير نباتات انقرضت وفي حيوانات كانت بدها تنقرض عالجوها وحموها من خلال تكوين محميات طبيعية من ضمنها غزان المهة العربي انقرض في 1920 نتيجة الصيد الجائر طبعا في عنا جمعية ملكية لحماية الطبيعة استعادوا هالأنواع من خلال إنشاء محميات طبيعية وأعادوا المهة العربي ومثال على محميات طبيعية له محمية الضانب ومحمية الموجب ومن ضمن مشاريع المحميات إشي اسمه البيوت الزجاجية مهم جدا البيوت الزجاجية هي عبارة عن بناء مخصص لأغراض الزراعة تمام؟ وحماية النباتات صنع جدرانه من الزجاج ليصنعوا من الزجاج لحتى يوصل شمس وتكون التهوية فيه جيدة لحتى يكون مناسب للزراعة وهيك يا طلاب الرائعين منكون أنهينا مراجعة امتحان الشهر الأول لمادة العلوم لطلاب الصف الخامس كل الحب وكل التوفيق بتمنى لكم يوم سعيد وبتمنى لكم كمان أهم إشي إنه كلنا نجيب بامتحان الشهر الأول عشرين من عشرين كانت معكم مسرغة فرحانة معلمة مادة العلوم للصفوف الأساسية على منصة جو أكاديمي اشتركوا في القناة